رضيه تاني ايضا هي الهند والمتحور الهندي وانتو شايفين الارقام في الهند احنا بنتكلم على ربعمائة الف حالة يوميا في الهند نتيجة المتحور الهندي الجديد وبنتكلم في 3500 وفاة يوميا طيب الدول عملت ايه في 20 دولة منعت الطيران ومنعت القدوم الناس من الهند طيب على فكرة مصر ارسلت مساعدات للهند وده السيد الرئيس ويعني شيء عظيم وجميل وده كرم المصريين واخلاق المصريين لكن نيجي بقى اولا وزير الطيران كان قال لنا انه لا توجد طائرات يعني ركاب بيننا وبين الهند في طريق مباشر تمام لكن سؤال مهم جدا اولا الدول ابتدت تفكر مش بس في الهند الهند وباكستان لان الهند والباكستان هي دولتان متلصقتان والناس رايحة راجعة بينهم بشكل كبير وبالتالي ممكن اللي يجي لك مش من الهند يجي لك من باكستان ففيه سؤال ماذا عن القادمين من باكستان هل قصة البي سي ار ده كفاية بصراحة لا الدول عملت ايه ان عندي 20 دولة اغلاقت مع الهند الدول عملت ايه بقى اللي هي بيجي لناس كتير من الهند قالت لك انا ما عنديش مش هعمل خطوط مباشرة بيني وبين الهند لازم ييجي عن طريق خط تالت دولة ترانزيت في النص والدولة الترانزيت اللي في النص دي يقعد فيه 14 يوم اظن ان هذا هو الحل الوحيد انا هنا ما بتكلمش عن الهند لان انا ما عنديش خطوط مباشرة لكن بتكلم على الناس اللي جايلي ترانزيت يعني حد جايلي من باكستان حد جايلي من الهند ولكن فيا دولة اخرى عن طريق دولة اخرى احنا نقدر نعرف من الباسبور ومن الروت بتاعه هو جاي من انهي دولة لو هو اساسا جاي من الهند فلابد ان هو يقعد في دولة الترانزيت او الترانزيت 14 يوم لانه موضوع البي سي ار لا يكفي خلونا نكون واضحين بسي ارات ما بقتش دقيقة في العالم كله ممكن تبقى يعني مش سليمة فالعالم كله يقوم على هذا الموضوع انه دولة الترانزيت يقعد فيها المسافر القادم من دولة بها جائحة بشكل كبير 14 يوم نتمنى بقى ان احنا نحاول نحمي نفسنا من المتحور الهندي احنا ما قفلناش مع جنوب افريقيا وما قفلناش مع بريطانيا وانا انا بتكلم عن الدول اللي فيها جائحة واللي كان فيها فيروس متحور هل يمكن ان احنا نخلي بالنا الا يصلنا المتحور الهندي ولا حنشوف المشاهد دي لا قدر الله ما احنا عندنا كارسة احنا شايفين العالم